سأنتقل بكم إلى كتب علماء الشيعة المعاصر الكتاب الأكبر الذي ألف في سيرة النبي صلى الله عليه وآله في زماننا الصحيح من سيرة النبي الأعظم جعفر مرتضى العامل هذا هو الجزء الثاني من الصحيح من سيرة النبي الأعظم وهذه الطبعة الخامسة 2006 ميلادي المركز الإسلامي للدراسات بيروت لبنان هذه أكبر موسوعة في زماننا كتبت في هذا الموضوع في موضوع سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله هذه الموسوعة تتألف من خمسة وثلاثين جزء خمسة وثلاثين جزء اعتمد فيها جعفر مرتضى العامل على عدد هائل من المصادر بحسب ما ذكر في فهارس المصادر ألف وستمائة وثلاثة وثلاثة وثمانين مصدر موسوعة تتألف من خمسة وثلاثين جزء تعتمد على ألف وستمائة وثلاثة وثلاثة وثمانين مصدر أكثرها من أمهات المصادر أكثرها من الموسوعات موسوعة كبيرة جدا بذل فيها جهدا عظيما بالقياس إلى الكتب لا بالقياس إلى منهج العترة مشكلة علماء الشيعة هي هذه من أنهم بعيدون عن منهج العترة الطاهرة من صفحة مية وسبعة واربعين من الجزء الثاني حيث العنوان رضاعه صلى الله عليه وآله إلى صفحة مية واثنين وسبعين هذا الموضوع صفحة مية وسبعة واربعين إلى صفحة مية واثنين وسبعين تحدث جعفر برتضى العاملي عن رضاع النبي تحدث عن ثويبة أيضا وتحدث عن حليمة السعدية وتحدث عن موضوع شق الصدر لأنه جزء من حكاية حليمة السعدية من أن الملائكة شقوا صدر رسول الله كي يخرجوا حظ الشيطان الموجود في داخل رسول الله صلى الله عليه وآله في داخل جسمه هراء النواصب هراء المخالفين فرد جعفر مرتضى العاملي على هذه الخرافة وهذه الخزعبلات خلاصة القول جعفر مرتضى العاملي دارا ودارا ودارا في الذي نقله من كتب المخالفين ولم يخرج عن هذه الدائرة بغض النظر أنه علق على هذه الجزئية وانتقد هذا الموضوع وقال ما قال لكن في النهاية بناء الموضوع كان معتمدا على المواد الفاسدة من نفس البناء الفاسد هذه مشكلة كتب علمائنا إنها الكتب الناعورية هكذا أصفها خيل النواعير أحصنة النواعير تشد عيونها وتبقى تدور تبقى تدور تبقى تدور في نواعيرها علماؤنا هكذا يذهبون يروحون يصعدون ينزلون يعودون إلى كتب المخالفين ويبنون بناءهم ينتقدون هنا يرفضون هذا بالنتيجة بناء فاسد يهدمونه يحاولون هدمه وفي الحقيقة هم لا يهدمونه هدما كاملا يهدمونه هدما جزئيا ثم يعيدون ما هدموا من بناء فاسد بنفس المواد الفاسدة بنفس المواد الفاسدة النتيجة ما صنعنا شيئا هذا هو الذي يقوم به هؤلاء الذين يوصفون بالعلماء المحققين ويؤلفون الموسعات ويقضون أعمارهم هكذا إلى أن يموتوا ولم يقتربوا من منهج العترة بمقدار شعره يصنعون لأنفسهم منهجا معتمدا على المواد الفاسدة ويخدعون أنفسهم ويخدعون الآخرين من أنهم أعادوا البناء من جديد لكنهم أعادوا البناء بنفس المواد الفاسدة هذا هو الذي فعله جعفر مرتضى العامل ليس في كتابه هذا في كل كتبه في كل كتبه وهو الذي فعله باقر شريف القرشي في كل كتبه وهو الذي فعله محمد جواد مغنية في كل كتبه يأتون إلى أبنية فاسدة ويشخصون فسادها ثم يهدمونها هدما جزئيا ويعيدون ما هدموا بناءه يعيدون بناءه بنفس المواد الفاسدة وهذه القضية هي هي في المناهج الإصلاحية التي حاولت أن تصلح من شأن الحوزة في النجل كالذي فعله محمد رضاء المظفر حاول أن يصلح شيئا من واقع الحوزة لكنه هدم شيئا من البناء الفاسد وأعاد البناء بنفس المواد الفاسدة وهو الذي فعله بالضبط محمد باقر الصدر حينما حاول أن يصلح شيئا من الحوزة بفكر فاسد يحمله بفكر قطبي قذر فهدم ما هدم من البناء وأعاد البناء بمواد أفسد أعاد البناء بمواد أفسد من تلك التي هدمها واستعملها أيضا استعمل المواد الفاسدة وأضاف إليها من عنده مواد أفسد هذا بالضبط الذي يجري فيما يسمى بالبحوث والتحقيقات والدراسات في حوزة النجف وكربلا هذا الكتاب بين أيديكم عودوا إلى الجزء الثاني من الصحيح من سيرة النبي الأعظم لجعفر المرتضاء العاملي وقرأوا من صفحة 147 إلى صفحة 172 حتى أنه لم يشير إلى تلك الرواية التي وردت عن الإمام الصادقي إنها الرواية المفردة التي ذكرتها لكم قبل قليل من أنها وردت في الجزء الأول من الكاف الشريف وذكرها المجلس في الجزء الخامس عشر لكنه لم يعلق عليها ولم يرتب عليها أثرا حينما نقرأ ما أثبته المجلس وما جمعه المجلس نقل كل شيء عن المخالف وتلك الرواية رواية قصيرة موجزة مختصرة إنها عبارة عن سطرين لم يشر إليها جعفر مرتضى العامل وهو يتحدث عن حليمة السعدية وعن رضاع رسول الله صلى الله عليه وآله ومن جعفر مرتضى العامل إلى محمد هادي اليوسف هذه موسوعته موسوعة التاريخ الإسلامي ويتتألف من ستة أجزاء كبيرة مصادرها كثيرة لكنها لا تقاس بمصادر جعفر مرتضى العامل المصادر التي أثبتها في فهرست المصادر المؤلف مية وخمسطعش مصدر وهذا العدد ما هو قليل لكنه لا يقاس بألف ستمية وثلاثة وثمانين مصدر لموسوعة جعفر مرتضى العامل الصحيح من سيرة النبي الأعظم موسوعة التاريخ الإسلامي لمحمد هادي اليوسفي الغروي هذا هو الجزء الأول مجمع الفكر الإسلامي الطبعة الثانية ألف أربعمية أو تسعة وعشرين هجري قمري طبعة جديدة منقحة ومزيد إذا ما ذهبنا إلى صفحة 236 وتحت العنوان رضاع النبي صلى الله عليه وآله ثم يدخل في التفاصيل إلى أن يعنون عنوانا ثانيا الرضاع الميمون رضاعه من حليمة السعدية يستمر الكلام إلى صفحة 249 يبدأ الكلام من صفحة 236 وينتهي عند صفحة 249 الطريقة هي الطريقة والأسلوب هو الأسلوب الذي انتهجه جعفر مرتضى العاملي ما هو هذا أسلوب جميع علماء الشيعة العملية هي هي الطريقة الناعورية يشدون عيونهم ثم يدورون حول الناعور هذه هي الكتب الناعورية كما قلت لكم يأتون إلى البناء الفاسد ويقولون هذا بناء فاسد لا يهدمونه ويرفعونه ويرفعون الأنقاض بالكامل وينظفون الأرض ثم يجلبون تراباً نظيفاً جديداً وبعد ذلك يؤسسون بمواد جديدة صالحة هم يهدمون جانباً من البناء يرممونه ويعيدون البناء بنفس المواد الفاسدة ما صنعناه شيئاً إنه خداع وضحك على أنفسنا وعلى الآخرين حتى الرواية التي أشرت إليها قبل قليل التي جاءت في الكاف الشريف عن إمامنا الصادقي بخصوص حليمة السعدية ذكرها في الحاشية صفحة 238 وكذبها وبعد ذلك قال غفر الله للكليني لأن الكليني قد ذكرها وابن شهر عاشوب لأن ابن شهر عاشوب في المناقب ذكرها والمجلسي ذكرها في البحار أيضاً أشرت إليها قبل قليل غفر الله للكليني وابن شهر عاشوب والمجلسي إذ رووا هذا الكذب هذه الرواية الوحيدة المروية عن إمامنا الصادقي بخصوص حليمة السعدية لم يذكرها جعفر مرتضاء العامل حينما تحدث عن حليمة السعدية في الجزء الثاني من كتابه لم يذكرها أيضاً محمد هادي اليوسف الغروي في المتن وإنما أشار إليها في الحاشية وكذبها ثم دعا بالمغفرة للكليني وابن شهر عاشوب والمجلسي إذ رووا هذا الكذب غفر الله للكليني وابن شهر عاشوب والمجلسي إذ رووا هذا الكذب إذن كل الكلام الذي تحدث عنه هو من المخالفين اعتمد على ما جاء في تاريخ الطبري بشكل واضح أتحدث عن موسوعة التاريخ الإسلامي لمحمد هادي اليوسف الغروي هذا هو شأن علماء الشعار هذه هي الكتب الناعورية وهذا هو البناء بنفس المواد الفاسدة وهم بذلك لا يقتربون من منهج العترة ولا حتى بمقدار شعرة أو بما هو دون ذلك إنهم يذهبون مبتعدين إلى أبعد جهة عن منهج العترة الطاهرة ولذا هم لا يمتلكون رؤية واضحة إذا ما قرأنا كتبهم هناك رؤية غائمة في هذا الموضوع وفي سائر المواضيع أصحاب الكتب لا يمتلكون رؤية واضحة رؤيتهم غائمة فهل يستطيعون أن يمنحون رؤية واضحة لذا دائما أقول لكم العالم الذي لا يمنحكم رؤية واضحة غادروه فروا من الكتاب الذي لا يمنحكم رؤية واضحة اتركوه لا تنتفع منه الفضائية المؤسسة المكتبة البرنامج الخطيب الحسينية المسجد المدرسة المدرسة كل هذه العناوين إذا لم تكن قادرة أن تمنحكم الوضوحة في الرؤية لا تأخذوا منها لا دينا ولا ثقافة ولا علما ولا تشخصوا موقفكم الشرعي الديني ولا موقفكم السياسي ولا موقفكم الاجتماعي ولا موقفكم الشخصي من أي مسألة من المسائل اعتمادا على هؤلاء فاقد الشيء لا يعطيه هؤلاء لا يمتلكون رؤية واضحة فكيف نأخذ منهم رؤية واضحة لأنهم يعملون عمل النواعير عمل أحصنة النواعير يشدون عيونهم عن منهج العترة ثم يدورون في نواعير النواصب هذا كل الذي فعلوه في هذه الموسوعات وفي هذه الكتب نذهب إلى فاصل